اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع العكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرته وأجر كبير انا نحن نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآكارهم وكل شيء احصيناه في من مبين واضرب لهم متلا اصحاب القرية اذ جاء المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فقدبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون وقالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن الشيء انتم الا تهذبون قالوا ربنا يعلموا ما انكم مرسلنا وما علينا الا البلاغ والمبين قالوا اننا بطهرنا بالمين لم تنفعوا لنا لمن بالمليم السلق لنا عذاب المليم قالوا طارركم معكم ان ذكرتم بل انتم قومون مسلقون وجاء من اخصر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبع المرسلين تبع من لا يسألكم اجرا وهم تدون وما لي لا اعبد الذي فطرني ويليه ترجعون اتخذ من دوني الى تنكير من الرحمن بضر لا تغنع عني شفاعتهم شيئا ولا ينقضون اني اذا لفي ضلال مبين اني امنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما انزلنا على قوه من بعده من جن من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم قامدون يا حسرتة على العباد ما يأتيهم من رسول انهم الا كانوا به يستهزئون الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وانهم كلهم ما جرجعوا لدينا محضرون وآية لهم الارض الميدد وحويناها واخرجنا منها عبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها ججمات من نخي وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمري وما عملت أيديهم أفلا يسكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار بيذا هم الظلمون والشمس بديل مستقر لها ذلك تقدر العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادة الورجون القديم للشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يصبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ جوزقهم فلا صديق لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتاع المناحين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلبهم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها مرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعموا من لو يشاء الله أطعم إن أناد إلا في ضرق المبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخلهم وهم يخصون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق بالصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم ينسيون قالوا يا ولنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق الموصلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجلة اليوم في شول فاكهون هم أزواجهم في طلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكات ولهم ما يدعون سلامهم قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا سرط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكترون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأما يبصرون ولو نشاء لما سطناهم على مكانهم فما استطاعوا ضيا ولا يرجعون ومن وعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القوم على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أن عاما فهم لها مالك لكون وذلل لها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولكن فيها منافع ومشارب وفلا يشكون واتخذوا من دون الله آية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جنود محضرون فلا يحسن كقولهم إنا نعلم ما ينسون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة فيلا هو خصيم مبين وضرب لنا مثله ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل اعجي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجرين أخضر نارا فإذا أنتم منه توقنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أرد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شاريك هو الأبطر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم والجديد شكرا لكم شكرا